السلام عليكم. النهاردة هكلم عن مشكلة زوجية. بناء على طلب ناس كتير قوي. طلبوا مني ان احنا نعرض المشاكل الزوجية في همسات متعددة يعني. واقول لكم الحلول ليها. طبعا انتو عارفين ان الزواج ده من نعم ربنا عز وجل. فبتقابلنا عشان نخليها فعلا نعمة ونحس بيها ان هي فعلا نعمة. بتقابلنا مشكلة هتعرض لها النهاردة اللي هي صوت المرأة العالي. في بعض النساء صوتها عالي قوي للأسف يعني. ده غير الفطرة اللي ربنا المفروض فطرها عليها يعني. تمام? ودي مشكلة مهمة جدا من المشاكل اللي بتقابل الزوج. ليه بقى? لان المرأة لما تعلي صوتها حتى لو كانت على حق. ده بيستفز في الرجل رجلته. وبتخليه يتمسك برأيه اكتر. حتى لو كان رأيه غلط. تمام? يعني انت اللي بتخساري لما بتعلي صوتك. هتقولي لي انا طبعي كده وانا نبرد صوتي كده وانا التون بتاعي كده. لا ما فيش حاجة اسمها كده. واطي صوتك. اتعلمي يبقى صوتك واطي. لاني انت كده عملت انتكاسة للفطرة اللي ربنا فطرك عليها. ربنا فطرك ان انت تبقي رقيقة. يبقى صوتك واطي. تمام? ما فيش حاجة اسمها اصلانا كده. لا اصلانا كده خلاص ما كنتش تتجاوزي من الاول بقى. ما ما ترغز انها وش يعني. اهم. لو انت قصدك ان انت تنصحي جوزك. فانت المفروض او بتنصحي عن متا في اي حد. اه انا بنصح عشان اللي قدامي يتقبل النصيحة ويعملها. ده المفروض ديبقى في نيتي. لكن مش بنصح عشان اقيم الحجة عليه. يعني ما تجيش بعد كده اقوله ايه ما قلتلك. مش عارف. انا بنصحه لان اللي قدامي بيحس على فكرة. يعني انا بنصحه عشان فعلا يسمع النصيحة ويفعلها. مش عشان اقيم الحج عليه عشان بعد كده قاعد عايره. بتفرق. تمام? آآ كمان الاشياء اللي بتهدم البيوت هو قلة الاحترام. آآ وانس انا عليت صوتي على جوزي خلاص انا ما بقاش في احترامة بيننا. فده بيهدم البيوت. تمام? ممكن نعمل حاجة حلوة قوي. احنا عندنا دلوقتي مشكلة ان في حد من الطرفين آآ بيعلي صوته على التاني. خلاص ما فيه رجالة برضا بتعلي صوتها جامد قوي. ممكن نعمل عقاب. عقاب للي يعلي صوته. نوقف القاش لمدة نص ساعة. انت عارف لو عملت العقاب ده لمراتك. وقفتها عن النقاش. تيجي مسلا تتكلم. تقول لها نص ساعة. عشان علت صوتها. نص ساعة. هتفرهض. الطاقة بتاعتها كلها تضيع. هتيجي بعد نص ساعة خلاص مش قادرة تتكلم. تمام? ودي تعتبر نوع من انواع التربية. وتعديل للعيوب والصفات السيئة. تمام? لازم ما استسلمش للطبع السيء. واعدله. وازكي نفسي. ازكي نفسي ازا كانة بمعنى التطيير. ان انا اطهر نفسي. قد افلح امن زكيها. خلاص? ان انا ما استسلمش اقول خلاص انا صوتي عالي وهو يتأقلم مع الوضع. لأ. انا ايه? اعدل من نفسي. واحاول مرة واثنين وتلاتة. وانت بردك عليك دور. ايه الدور اللي عليك? زي ما بقول لك كده. عقاب اول ما تعلي صوتها. نوقف النقاش خالص لمدة نص ساعة. والله بعد نص ساعة هتلاقيها مش قادرة تتنفز اصلا. اه فرهضت. تمام? بس ودي كانت همسة النهاردة. السلام عليكم.